حياكم الله عاماني من تدمير الدولة ونهب مقدرات اليمنيين ففي هذا التاريخ من العام 2014 استيقظت صنعاء على قبضة ميليشيا بعد ساعات من اشتياحها اتهم الرئيس المخلوع ودول إقليمية بالتنسيق مع الحوتيين وتسهيل دخولهم عندها قال الرئيس عبد الرب منصور هادي في أكثر من لقاء أن إيران تسعى لمقايضة دمشق بصنعاء سيطر الحوتيون على كافة مؤسسات الدولة واقتحموا القصر الرئاسي وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس والحكومة عقب ذلك تنادى المجتمع الدولي وحاضر المبعوث الخاص جمال بن عمر لتوقيع اتفاق السلم والشراكة بين الرئاسة اليمنية والحوتيين لكن الحوتيين رفضوا الملحق الأمني بالاتفاق وهو الأمر الذي دفع الرئيس والحكومة لتقديم استقالتهما عقب هذه الأحداث والتطورات بدأت البعاثات الدبلوماسية بالانسحاب من العاصمة صنعاء حينها دانت الأمم المتحدة سيطرة الحوتيين على العاصمة ومؤسسات الدولة في السادس من فبراير أعلن الحوتيون ما سمي بالإعلان الدستوري الذي قضى بحل البرلمان عند هذا الإجراء أضحت الدولة برمتها والجيش الموالي للمخلوع بألويته ومعداته تحت إمرة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوتي يتقاسمه في القرار الرئيس المخلوع وفي هذه الأثناء شهدت الأجندة اليمنية محاولة شتى لأكثر من هدنة لإنهاء الحرب تخللتها مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لم تسفر عن شيء أول محاولة كانت في التاسع من فبراير حينها أعلن الوسيط الدولي أنداك جمال بن عمر استئناف المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة لكنه فشل في التوصل إلى أي اتفاق وبعدها بعشرة أيام أعلن بن عمر التوصل إلى اتفاق مبدئي تضمن استمرار مجلس النواب وتشكيل مجلس شعبي انتقالي لكن المفاوضات توقفت ولم تستأنف الرئيس هادي هو الآخر لم يستمر الخاضع للإقامة الجبرية الذي فرضها عليه الحوتيون فتمكن من كسر الحصار في الحادي والعشرين من فبراير وغادر إلى عدن ومن هناك عدل عن الاستقالة عند ذلك أعلنت ميليشيا الحوتي التعبئة العامة لملاحقته والحكومة فحشدت مقاتليها باتجاه الجنوب مع تواصل التمدد العسكري للحوتيين واشتياحهم للمدن أعلنت تحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إشناد الشرعية في اليمن بطلب من الرئيس اليمني وانطلقت عملية عاصفة الحزم وفي منتصف أبريل صوت مجلس الأمن على قرار يفرض العقوبات على زعيم الميليشيا عبد الملك الحوتي وقيادين في جماعته وكذا الرئيس المخلوع ونجله مع حضر توريد الأسلحة إلى اليمن وفي الخامس والعشرين من إبريل سمت الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا جديدا لها إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر لكن المبعوث الجديد لم ينجز أي شيء حتى أعلنت الحكومة تحرير مدينة عدن في منتصف يوليو عقب معارك عنيفة شاركت فيها قوات التحالف بعدها عاد الرئيس هادي إلى عدن في الثاني والعشرين من سبتمبر تحركت الأجندة الدولية بواسطة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ فمن مصطط إلى جنيف انتهت مساعي المبعوث الدولي بالفشل كان آخرها محادثات الكويت فشل المسار السياسي جاء نتيجة لتعنت وتصلب مواقف البليشيا ففي الثامن والعشرين من يوليو أعلن الحوثيون مع الرئيس المخلوع تشكيل ما يسمى مجلس سياسي لإدارة البلاد وقبل أيام قليلة فقط أصدر الرئيس هادي قرارا بنقل البنك المركزي إلى عدن ووجه الحكومة بالعودة النهائية لإدارة شؤون المحافظات المحررة ما بعد عودة الحكومة بشكل نهائي هذه المرة تبقى الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت أكان ذلك على المستوى السياسي أو العسكري